موسيقى جمعة جمعة معاد البهرباع والأم اعتدال إدريس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه الحلقة من برنامجكم الأسري والاجتماعي والتربوي برنامج جمعة جمعة معايا عاد البهرباع وبصحبة أمي الغالية اعتدال إدريس يا هلا فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وحيا الله بأسرتنا الجميلة اللي نحن نكون معاهم كل أسبوع كل مستمعين الأسرتنا أي أكيد طبعا كلهم أحبابنا وأسرة البرنامج دائما معنا متابعين وقاعدين في سياراتهم اللي رائح مشوار ولا كذا لكن ما شاء الله تبارك الله كلهم مهتمين معنا طبعا من طبعا الأسرة إنها تحب إنها تتناقش وتتساءل وكذا هالمرة اللي بيسأل في هذه الحلقة هو الابن لذلك عنوان هذا الحلقة بعنوان ابني يسأل وخاصة الأسئلة اللي صارت ترد ما بعد مرحلة كورونا كورونا في كل حاجة صارت عملت تغيرات كثيرة وتساؤلات كثيرة وأشياء تجددت في حياة الناس لذلك ما بعد هذه المرحلة هناك أسئلة وأشياء يبغى يفهمها أكثر وأكثر لذلك كمان معنا في هذه الحلقة نصديف دكتورتنا القديرة دكتورة هناء نمنكاني وأستاذ مساعد بجامعة ملك عبد العزيز ومهتمة بشؤون المرأة والطفل وأنا كنت أقول لها تحت الهوى أحنا الرجال ما لنا أحد مهتم ولا إيش تقول الأسرة هناء اهتم إن شاء الله بططوير الإنسان عموم يعني الله يسلم أهلا سهلا فيكم حقيقة أنا جدا استمتع أحلقاتي مع أبناك ذال الله يسلم وأكيد دائما بالمتعلقة لأستاذ عادل باربا الله يسلم أشكر استضافتكم وأسأل الله أن يلهمنا جميعا يعني إجابات وكلام وعلم يطمئن كل أم وأب حريصين على أن يربوا أبناءهم تذكر يعني صالحة في هذا الزمن يا رب يا رب طيب من وين نأخذ ذا ونبدأ طيب هو أساسا ليش هذه الحلقة نعم ليش هذا العنوان اخترناه أيه لاحظت أنا كلنا لاحظنا ما أقول أنا يعني أعوذي بالله من كلمة أنا لاحظنا أنه الزمن تغير أيه يعني سبوكم من زمننا إحنا إحنا عجائز وكبار أنتو زمنكم يا عادل ويا هناك لكم الخير والبركة والله الله يكركم في طيبكم عادل و هناك زمنكم أنتو والوقت اللي كنت فيه أيه وحتى من سنة الثلاثينات وهذا ما كانت عندكم الأسئلة والاستفسارات الكثيرة أي نعم كنتوا ما شاء الله أذكية وتسألوا هذا بس كانت فيه أشياء راسخة في نفوسكم أيه ما كانت اللي حولينكم من أشياء إعلامية أو أشياء مثلا تواصل وسائل تواصل أو شيء تثير عندكم تساؤلات غريبة وتزرع أفكار غريبة لاحظنا الآن في هذا الزمن في هذه الفترة بالذات مثلا السن الأطفال اللي هم تعتبروا أحفادي ويعتبروا أبناءكم أنتو اللي هم سن اللي هو سبعة سنوات تمانية سنوات أو خمسة سنوات حسنة أصغر من ثلاث سنوات بتفرجوا على أشياء من مسلسلات ومن أفلام ومن أشياء ألعاب وهذه بتثير عندهم تساؤلات غريبة بتغرس فيهم أشياء غريبة نعم فيبدأوا يسألوا عنها سواء كانت فكرية روحية اجتماعية يعني انغرست عندهم وتغيرت كل شيء نعم نحن بنلاحظ أنه الآن تغيرت المجتمع تغير أفكاره تغيرت ما بين خمسة سنوات وثلاثة سنوات كنا أول بنشتغل في الأجيال ده حين الآن نشتغل بالسنين سنتين ثلاثة سنين يختلفوا عن بعض الآن بلاقي انه كثير من جيلكم انتو بيوقفوا محتارين أمام أسئلة أبناءهم كيف يربوهم كيف يردوا عليهم يسألوا أسئلة عمركم انتو وصغر ما سألتوا عنها لأنه انتو كنتو فيك عندكم شيء راسخ ما كانت فيه أشياء غريبة وعجيبة تشوفوها وتبدأت مزعزع وتثير عندكم تساؤلات جيلكم بيوقف حيران كيف أرد عليهم إيش هالأشياء اللي يرد عليهم يسألوهم أسئلة عن الذات الإلهية أسئلة عن الأخلاق أسئلة عن بالذات مثلا دحين الآن الهجمة اللي طالقة حقت الزواج المسليين ومنعفة فيبدأ الطفل يستغرب ويتعجب نعم ويسألك ويسأل أمه ويسأل أبوه كيف تتصرفوا انتو كجيل أمهات أبهات تقولوا إحنا الأجداد نعرف نرد وبعض الحين ما يجوا يسألونا إلا إذا احنا دخلنا نفسنا لكن انتو كأم وأب كيف تردوا يا بنتي ويا ابني كيف تردوا على أبنائكم كانت هذه الفكرة للبرمامج هنا اليوم وليش جبت يعني هناء الله يكرمها وانت ابني عندكم خبرة في التربية وطبعا في كثير غيركم أفضل منكم لكن سبحانه العظيم الصفاء من الله ترى مو معناته أنا يعني لا أعرف المستمعين يقولوا والله في غيركم احنا أحسن منهم لا في ربنا يعني وإن كان أخينا خبرة بالله هو دا يظهر الكلام عليكم يعني اصفاء من الله لكم حياكم الله وتفضل يا بنتي الآن أعطينا خبراتكم طيب مع عادل مناقشة ومع هناء مناقشة نعم ومعكم نتناقش مع بعض كيف أرد على استفسارات أبنائي وكيف ألبي حاجات الأطفال هدولة فضل يا هناء فضل يا هناء طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد طبعا تعقيبا على كلامك قبل الاعتدال أكيد إن كان من خير فهو من الله سبحانه وتعالى وإن طقنا بأي خير أو علم أو فائدة فهي بفضل من الله سبحانه وتعالى يجريها على ألسنتنا مرات نتجهز عشان نتكلم ونفكر ونقرأ حقيقة ونجا نبغى نتفلسف ويتلاثم اللسان يعني ربي شرح لصدري ويسلي أمري وحر العقدة تم من اللسان في كلمة حضرة قلتيها مختلفين صحيح فخلينا أبدأ بهذا السؤال ليش هذا الجيل مختلف أولا أتعلموا على الانترنت من عمر جدا صغير إجبارا بحكم كورونا ثلاث سنوات حتى هو الحضانة والروضة بيروحوا كانوا يحضروا كلاساتهم عن طريق الانلاين هو شيء كويس لكن هذه حقيقة أصبحت مفروغ منها إنهم من ثلاث سنين هم يعرفوا استخدموا الأجهزة وتوفرها عندهم اشتروا لهم هي وغضبنا عندنا ووفرنا الانترنت قبل كورونا نقول له يا ولد لا تمسك الجواب رح ذاكر فهذه أول أول يعني أول إختلاف الثاني الثلاف أصبح صعب جدا 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 التحكم في المحتوى اللي بيتعرضوا عليه للأطفال ما أعتقد في أم أو أب يجرى وأنهم يقولوا أم ربيين والله إحنا نقدر نتحكم ونسيطر على المحتوى اللي بيتفرجوا عليه أطفالنا أو أبناءنا مهما حاولنا في خرص واتتلمنا من قبل كده عندنا في السوشيال ميديا إلى آخره بس يظل العالم أصبح مفتوح ولا يمكن تحديد المحتوى أو حتى السيطرة عليه رقم ثلاثة في شي يسموه Peer Pressure اللي هو هو الضغط الزملاء أو الأقران أصبحت جدا عالية يعني إذا ولدك ما بيمسك جهازه أو إيباده عشان الجيمز يعني ما تيبغي يلعب يمسك عشان المدرسة يقولك عشان أرد على أصحابي عشان أدخل اختباري عشان ما عرف إيش وأصبح موجودين بقوة يعني ما ماليش ما تخليني ألعب كلهم بعد المدرسة على طول يدخلوا يلعب وده ما شاء الله مراته هما في المدرسة هما بيدرس يلعبوا يدخلوا يلعبوا أونلاين فأتعلموا هذه الأشياء وتعلموا على الإنترنت غصبا على الجميع المحتوى صار مفتوح وما نقدر نسيطر عليه خاصة في الإعلانات هي تكون جدا سيئة فيها تطرفات من الأفكار اللي ذكرتها والشيء الثالث الأقران أصحابهم أقاربهم جيرانهم إلى آخره كلهم يستخدموا هذه الأجهزة من عمر ثلاث سنوات يمكننا اليوم نتكلم إلى سبع سنين خلينا نقول أو ستة سنوات وبإذن الله يعني لاحقا ممكن نكمل الأعمار الأكثر طيب في قاعدة تربوية تقول أو حتى يعني هي إنسانية وتنطبق على المرأة والرجل على كل أحذية ما تراح حواثنا أو ما تتعرض له حواثنا نتأثر به شيئنا أم أبين أي حاجة يشوفوها يسمعوها يحسوها يلحظوها مرات يعني تجي مواقف في يوتيوب أو مقاطع كده يتفرجوها هو مش اللي تفرج هو الإحساس اللي جعله هذه تؤثر على ماذا يفكر الطفل وبشيء جدا أعمق وأكبر يسموه التوجه الفكري للطفل اللي حيفطل اليوم معاه وبكرة يوم ما يصير مراهق حيكون هو أساس تفكيره نعم وبعد كده هو شاب ولما يكبر حيكون هو المغذي إنه مين هويته نعم أو هو مين نعم طيب إيش نعمل؟ نحن لا نقدر نسيطر نعم كل شيء موجود عندهم نعم أول نقطة لازم ننتبه طبعا هي لكل أم وأب حريصين على صلاح أبنائهم أو نجاحهم نعم ابوي رب وطفل مطمئن تمام فينا ممكن تهتم أو ما تهتم بس أي أحد يسمعنا إذا أنتم مهتمين نحتاج جدا ننتبه أول خطوة هي الوقاية طبعا عن المنعم ما يقدر ما يقدر أمنعم الآن شبه مستحيل مستحيل نكتمنا أي وتشيل الجوال منهم لأنه حيدخل وترى في مشاكل ثانية من الاعتراضات ومن التمرد وهذه الأمور ليش الوقاية؟ أبسط شيء مرض الربو اللي كثير منتشر عندهم وخافة بعد كورونا اللي عندهم أنا عندي ربو فتعدم يعني وضعنا سبحان الله كيف طريقة علاج الربو عادة أن تكون عندنا علاج وقائي بخاخات نستخدمها عشان ما تجينا بدمة ربو كل فترة وفترة وفيه بخاخات نستخدمها وقت ما تجيك الأزمة وفيه أدوة وعلاجات بعد ما تجينا أزمة على الأساس أن يقلص الأضرار ويتحاول يعني يتخلص من الآثار السلبية طيب فنبدأ نفس الشيء مع أطفالنا في هذا الزمن وهذا الجيل الجديد قبل ما تصير عندهم هذه المشاكل من ثلاث سنوات وأربع وخمس سنوات لسه نحن نقدر نلحق عليهم كيف نقدر نساعدهم أو نستخدم طرق وقائية حقيقة تساعدهم بهذا الزمن؟ طيب هنأخذ هذه الطرق الوقائية بعد الفاصل لكن خلوكم معنا مستمعين وإحنا جدا نساعد بتلقي استرساراتكم وأسئلاتكم برسائل مكتوبة ترسلوها لنا على واتساب اللذاعة 0556689001 مرة أخرى 0556689001 وما يحتاجون لكم تقعدوا في سياراتك عشان تسمعوا تقدروا تنزلوا تطبيق ألف ألف أف أم على جوالاتكم وهواتفكم وأجهزتكم الذكية وحدثوا معونا من أي مكان وفي أي وقت حياكم حياكم الله مستمعين على الكرام وعودة إليكم مرة أخرى طبعا كنا ما قبل الفاصل توقفتي دكتورة هناء العطيك العافية عن الكيفية اللي ممكن نعمل فيها وقايا لأبناء أنا طيب برضو من المعلومات ممكن دائما دائما المعلومات بس إنه هي الأساس دائما المعتقدات والأشياء اللي إحنا نعرفها كما عرفها حتى للأهالي الأطفال عندهم حاجات أساسية والإنسان عموما يصبب هذا اللي عنده حاجات أساسية في حياته أولا نبدأ بالحاجات العاطسية سريعا منها الأمان الحب الإحساس إنه في أحد يحبني أحد مهتم فيها والإحساس بالإنكماء لمجموعة هذا الشيء ضروري عندنا حاجات بيولوجية أو مادية النوم الأكل المسكن عندنا حاجات فكرية أنا كيف أفكر هل أنا من عائلة حب الرياضة تفضل الصحي هل أنا من عائلة أخذ أفكار أساسها من التلفزيون والعائلة فلط انتفضل تقرأ هل أنا من عائلة لما أطرح موضوع يصير فيه فلتريشن في ناس عندها نقاش حوار ولكننا مسلمين وإيوة وطيب وإشاء المجتمع مثلا نعمل أحنا ما كنا نعمل وفي حاجات روحية عند الناس كلهم أساس الحاجة الروحية واحدة ملحدة في بريطانيا قالت لي هي أنا أؤمن يعني أقول إنه لا يوجد رب لكن أؤمن إنه هناك قوة عظمى نعم فهذا أساس الحاجة الروحية أن نؤمن إنه هناك قوة عظمى دائما نحتاجها إذا خفنا إذا تهنا إذا عملنا خير وما لقينا ردليه يعني وقت الإحباطات هذه فلنا كمسلمين هي مين هي الله هي الله سبحانه وتعالى قد نجي نشوف اهتمام الأهالي اهتمام الأهالي من يوم يومنا في الرعاية أو الحاجات المادية نقول الله العمية كلها موجودة نجي الزمن نتطور ويمكن من أباءنا أو من جيلنا يعني بنهتم بالعاطفة الحب اللمسات المعرفة موجودة دكتور جاسب دكتور مصطفى بالسعد يعني هذه الأسلام علمونا أشياء كثير كده أكد علمونا يعني أشياء تانية بس يعني دي الأشياء كانت انتشرت بكثرة فكريا في ناس أصبحوا خاصة مع موجة الإبتعاث صار مهم لنا احنا نوعي أبناءنا فكريا انتم مين اش دينكم اش هويتكم أو حتى كيف يتقبلوا الأفكار الخارجية وكذا ساعدتنا للاسف الشديد روحيا نزعنا احنا وأطفالنا وكثير يعني نزعنا من الجانب الروحي فهل صار سهل إذا أنا جاء طفلي قلي أنا مرز علان أو مضارب أو حزين أقول له أذكر الله هل على طرف لساننا مثلا هذا الشيء هل الحقيقي بيشوفني لما أنا عندي مصيبة أو ابتلاء أو مرض أني بصلي مرضا فالفكر والروح هذي اللي فيها مشكلتنا الرئيسية ولما نجي نتكلم على تعرض لمحتوى إلكتروني احنا بيتكلم عن فكر وعن روح مو هو هذا اللي احنا بنسأل عنه يا بنتي يعني مثلا لما نحنا بنقول الفكر والروح لما بيشوفك انتي اللي بيتعرضوا لي وبيشوفوه من محتويات موجودة قدامهم حتى بالنسبة للأشياء للأطفال وللهادي أو بعض الأحيان تيجيكم مقاطع في اليوتيوب لبعض الأطفال اللي يعملوا مقالب اللي يعملوا هنا ما تلاقوهم إنهم يذكروا احتبامات غريبة نعم ولا يذكروا الله متطرفة ولا يعكس واقع كل شيء فهنا نجي ليش نعرف هذه الحاجات كأهالي عشان احنا نحتاج نشبعها اي احنا اشبعنا عندهم أشياء بس باقي الفكر والروح طب هذي كيف نشبعها خاوية نعم لما نقولنا بدايتا بالوقاية مهم ففي كي جمل جاء دائما بالتراضي اخلق لهم اهتمام كيف تمنعهم أو تحميهم من التقليد كيف كيف نخلق لهم اهتمام نعم أي حاجة في الحياة ممكن الطفل كبنت أو كولد يهتموا فيها تبغوا في العلم والفلك يعني عاشوا في الأشياء دي اللي الآن تثير اهتمامهم يعني أو في حتى قنوات بتعطي مواد يعني محتوى جميل وممتع لأطفال يتفرجوا تبغوا في الحيوانات والدينصورات تبغوا في الفضاء والفلك تبغوا في الكورة أو أي نوع مثلا من أنواع الرياضة في ناس مثلا بيقرؤوا في عن الإنسان أكثر أو أنه هو كيف برضو تخلق إلى آخره ايش في أي هواية بعمل هذه المجرة أخليها طول الوقت من ثلاث سنوات أنا أبدأ أزرع في طفلي هذا الشيء أبغى أجيب له كتب ممكن بس أحرص أني أفرجوا على أشياء له هذا الاهتمام يعني بالاعتدال إذا جينا للأفلام الكرتون يعني الأجانب مقصروا في هذا المجال ترى فيها بعضها مثلا موجهة للتعلم اللغوي يعني أنا ما أبغى أتكر أسامية مثلا أشياء معرفة كرتون محددة تتكلم ممكن لغة إنجليزية وأسبانية أو فرنسية فالطفل حي توحف هذا المجال وممكن يصبح عنده اهتمام فإذا أنا واعي كأم وأب أوجهه وأبدأ أجيب له كتب أبدأ أنا أتعلمكم كلمة أبدأ أمزح معاه أبدأ خليه يتميز في هذا المجال إذا ذروح تفرض المكان يلا والله هذا والآن الأجانب موجودين بكثرة يعني صاروا في البلد يلا قل لي هذا شكرا بهذا اللغة قل لي أعمل كده فيه كرتون ترى برضو يعني موجه العمر ممكن أربع سنين خلينا نقوله أكبر تهتم برياضيات مرة جميلة طول الوقت كيف يحسبوا كيف يسوي النسبة والتناسب بشيء مناسب لهم أنا رحت أتالة خليهم يعدوا يعني أرقامهم فأبو يوسف يعني جزالة آخر كان دائما في الأتلات والمطاعم يخليهم يحاولوا يقرؤوا المنيو أو يقرؤوا أرقام الغرف حتى لو يطولوا فصار عندهم اهتمام حقيقة بالأرقام باللغة اهتمام بالأكل وأنواع الأكل انت اشتحوا دخل يتعلم يطبق تانا من أربع سنين إذا معناته أنه أنا لازم أتكلم معاهم أحتاج أن أتكلم إذا كان نفس الأم والأب طول الوقت قاعدين نحتاج أنا نقططي أنه أول أنا حاعرضهم لخبرات واهتمامات مختلفة اللي ألاقي طفلي مالي ده اللي أمسك فيه غالبا يعني شيء واهتمامين أو ثلاثة ما تكون بس واحد ده اللي يحاول أكثر أعززه فيه وأحاول أنه يتعرض سواء أشي يشوف أو يسمع أو يسوي أو حتى كيف يلعب أو كيف يلبس أجاب له الأشياء المناسبة لهذا الشيء لو يحبه إيش حسر عنده؟ اهتمام كبير هيكون متميز عن الآخرين في ذات الشيء هيشبه عنده هذه الرغبة حتى فكرياً لما أحد يجي يسأله أنت ليه لابس تيشورت فرضاً أو تعالي ألبس صورة ديناصور لا والله أنا أحب الفضاء ليش تحب الفضاء؟ عنده إجابات ما هي إجابات علمية ترى أبداً بناء على فلام كارتون ترى لتفرجها أو حتى دول اللي الأطفال اللي بيعملوا مقاطع أو حتى الأكبر سنن برضا ترى لهم حتى المقالب فيه مقالب علمية يعني عرفت يحط شيء على شيء يطلع ريح يطلع الصوت الآخر فيه مقالب لا تكون مثلاً طيح واحدة وعملوا فدي حركية حتى دي لو ركزنا فيها عشان كده أنا أقول إلا مهتمين طب معناته إنه أنا كأم لازم أتابع أولاني إش بشي مشؤولة إني أعرف إش هما يهتموا فأوجه مشاهداتهم وألعابهم إني أنا مثلاً لما أجيب له تي شيرت مرسوم عليه فضاء فرح يتحمس وأقوله يلا اليوم نتفرج دي القناة عن الفضاء وشي زي كده أرسله على الواتساب مثلاً رسالة إنه فلان بيتكلم عن كده موضيه وأتركه براحته الأصغر سنة ثلاثة وأربعة وخمسة وستثين أنا أقدر أجلس جنبهم هما بيتفرجوا فأقدر أختل لهم القنوات وبأقول لك هي في الأخير أفلام كرتون أو يعني ملفتة وحيحبوا يتفرجوا عليها وبعد كده خلاص أخليهم يعني فتحت لهم هذه القنوات مشتركت لهم فيها واخليهم يتفرجوا فيها طب أفرض أحطوا أشياء أنا بعض الأحيان ما أملك إنه أنا دائماً أوجههم معناته إن أنا لازم أقعد معاهم وأوجه وأنا بتفرج معاهم لأنه في أشياء بيشوفوهم وما حيقعدوا فقط يا بنتي على اللي أنت حطيته واهتمامهم إلا ما هذا لازم أنا أخلقه في فكرهم نعم أخلق لأنه مو كل وقت أنا أقدر أقعد معاهم هو داعي يعني مو كل وقت فمعناته إن أنا لازم أحط في نفسهم إنه إنت كيف تقدر تميز الصالح من الصالح أول أسئلة يعني أنا بس بداية أنا بغى أركز إنه أنا الطفلي اللي أمامي لو سألتوا إنت إيش تحب يعرف يجاوب إيش لعبة المفضل يعرف يجاوب إيش الشي اللي تحب تصيره لما تكبر يعرف يجاوب إيش أكتر حاجة تحب تتفرج عليها يعرف يجاوب طب لو شافت الأفلام أنا دحنا ليش ما ناخدتهم دحنا إحنا هاد الأساس حط نائي وإلا دحنا نجي حيتعرضوا الأشياء تاني حيتعرضوا صحيح حيشوفوا أشياء قد دعمهم مهما حاولت ومهما بدلت جبتك أنك أنت تعملي لهم الشي اللي تبدي إلا المستحيلة أنا أعتقد إنه لو مثلا شوف يعني طفلين هذا من أسرة وهذا من أسرة هذا الطفل كان من قبل يعني ما شاء الله بيجد مشاركة من أمه وأبوه بيوجهه وكذا وهذا الطفل لا إنما كان يعني بيشاهد كل شيء بدون أي توجيه إذا كان كل طفل لقي مثلا أشياء قد تتعارض لأخلاقياته لأشياء ممكن إنها تكون سيئة فرقة الفعل هتختلف من هذا وهذا أعتقد مميش لأنه عنده اهتمام كالكأس يعني كأنها قجورة موية فيها نص موية حتى لو دخل فيه ترى دخلت أشياء هي هتختلط مع أساسيات هيبغى يعبر عنه ويناقش حيائرة يناقش هيجي أصلا يناقش هيحثنه في شيء غلط لكن لما تكون فارغة والله هيخد هو ساااااكت عشان كده أنا بأقول أي أنه أنا ليش كأم أنه لازم أستبه لأولاد إشي اللي بيتفرجوا عليه أرد على مناقشاتهم كيف أتكلم معهم الآن إحنا نحتاج يا بنتي إنه أكمل أساس ما نكث عنك بس نحط لنا أفكار المشاهد المجتمعين اللي كيف الاهتمامات اللي بيسألوا عنها. ممتأكدوا انه دي تساؤلاتهم. ممكن ايش يوجد عنا. طيب. الان اشبعنا لهم حاجتهم انه في اهتمام في تميز عندهم او انتماء عندهم من شيء معين. مهم. ليش بلا تدال? انا لما ما انتمي الشيء. يعني مثلا لما ولدي يقول انا انتمي اللاعبين الكورة. الناس اللي حبوا الكورة. مهم. او بنتي والله للناس اللي يحبوا اللبس والفاشن وكده. حتى لو كانت صغيرة. مهم. وتحب من كيرو معرفق ايش وكده من تلاتة واربعة سنين. مهم. مثلهم مثل الطفل اللي ما عنده اي انتماء. لا هذا حيشوف والله واحد يسوي مقالب او يتلفظ انتباه جدا سيئة. مهم. حيشير هذا قدوة وهذا اللي حيمتلق فيه حينتمي لي. مهم. خلاص اهتمامات وشعر بهذا الانتماء. شعر بتميزه وتفرده. مهم. ما هيحتاج انه انا اثوي زي هذه الاشياء اللي ده فلان سواه ولا دول اللي عملوها. مهم. عشان الفت الانتباه. مهم. او عشان اقنع اصحابي انه انا افضل ولا انا غير ولا انا في اشي كويس. ان حتى لما يجي يقولوا لهم بترف بعمر صغير. انه ايه انت مامتك مثلا خلينا نقول سيتي ما تخليك تتفرج. الا انا ماما تخليني تفرج معرف ايش ومعرف ايش واشياء كده. مهم. زي ما قلتي ما في شيء كله فيها منها. مهم. نجل للحاجة التانية اللي هي الحاجة للتعبير. ايوه. هل التعبير فيه فيه يعني خلينا نقول بالتدريج. فيه حاجة للتعبير. وفيه حاجة للنقاش. مهم. اللي اثنين يحتاجوا مننا الاستماع. مهم. بعد رقم اثنين اليوم. مهم. الطفل المسموع. اقرب انه ينشأ الطفل المطمئن. الطفل المطمئن اقرب انه يكون ناجح في حياته صالح. ونسأل الله يعني اللي من يهتم انه يكون طفل مؤمن. مهم. مهم. فمين ما يبغى طفله يكون ناجح في حياته ويريح بكر لما نكبر. مهم. تبغوهم يكونوا ناجحين. لازم يكونوا مطمئنين في هذا العمر. مهم. اش دخل الاطمئنان في كل الكلام ده اللي بنقوله. مهم. الزعزع اللي بتصير. لمن هما بيتعرضوا لهذه الاشياء اللي هي تماما من ضد فكرنا وعدادنا وتقاليدنا وديننا. يعني مثل ما قلتي مواضيع كبيرة. احنا الان ما بتتكلم زي قبل لبس غير. لا 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 اشياء حقات جنسية صريحة. مهم. مهم. طريح. مهم. حتى اذا هو بتفرج شيء سليم. كثير اهالي يجتكوا من دين الاعلانات اللي فجأة تطلع. مهم. وانا شفتها بنفسي. عيب. اجد جنبهم. كأنها قصة اباحية. مهم. والطفل لازم يجاوب. هل تبغى هذا التصرف وهذا التصرف. ويضغط. ايه. اربع سنين. يعني الطفل اللي كان جنبي عمره. وقلوا انت اش قل لي لا انا لازم اضغط ثلاثة مرات عشان يروح. اه يعني هو لازم يجاوب ثلاثة. طب ستة سنين يعرف يقرأ فرضا. ايه. هذا كيف هيجاوب منظر البنات والاولاد يعني اللي في الصور هذي. مهم. بيجي شيء اخر العنف. فجأة كده طالع اعلان لولد اختي. واحد بيخبط ثاني يغرس فيه سكين يعني عفونا للصابة العنيفة. مهم. ويشير رقبته. مهم. 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 فهي بتقوله لا تتفرج. فسؤاله ليش. مهم. ليش ما تفرج. مهم. هذا السؤال اللي كثير يجي هو ده العنف. الاباحية. التزعز على الافكار الدينية. تزعز على الافكار حدث الذات الالهية. كله كله مختلفة تماما. طيب. فنصر بدون ثوابت احيانا. لا ثوابت دينية او اخلاقية او يعني. حتى الاخلاقية فعلا. حتى الاخلاقية ما. اي نعم. وشوفوا يعني لاحق ان كنا. حنطلع الفاصل درس نكمل دعا. سعلا بتكينا قاعدة من اول تأشر ما حنو من دفيلة. بنا ان شاء الله حنطلع الفاصل وانت عمر ثاني مكملين معاكم ابني يسأل واحنا في هذه الحلقة نحاول نجاوض. نذكركم مسمع الكرام مرة اخرى برقم التواصل معنا عبر واتساب الاذاعة. لأي سؤال او استفسار ترغبون ارسالوا الينا. على الرقم صفر خمسة خمسة ستة ستة ثمانية تسعة صفر صفر واحد. مرة اخرى صفر خمسة خمسة ستة ستة ثمانية تسعة صفر صفر واحد. حلقتنا عن ابني يسأل. فضلي يا هناء كملي لنا. طيب. اه جوينا الان عند الحاجة الليك تعبير. نعم. لما احنا نبغى نثوب عندهم خلينا نقول الحصانة فكرية. ايو. ايو. اه. ونشبع عندهم التفكير والرغبة في التساؤلات. يعني زي ما قلنا احنا مو كل مرة اكون قاعدة معهم. ايه. مو من اقدر اكون جاسة معهم. اه. غالبا يعني وكل ام واب يمروا في هذا الموقف. اطفالهم قلنا احنا اليوم يعني مخصصين للاطفال اصغروا من تلاتة اربعة خمسة سنينة حتى يعني ست سبع سنوات. اه. يجوا يحكوهم. اه. في الاخد يعني موجوده هو شيء صحيح. ايه. عند الاستماع الغير مشروف. ايو. انا طالع فيه. استماع غير مشروف. يعني ما اقعد ابحكا ايوه. يخليه اخليه يعبر. نعم. هو بيتكلم ترى. ايه. اذكب نفسي وكل احد. ايه. ترى هو ما قال ابغى سوي. ايه. ولقال انا مرة عجبني وبغى اتقمص دي الشخصية وخاصة كنا بغى. بحكيكم. هو فقط بيعبر عن اعجاب. عن دهشة. عن اه. بحكي حكاية. ايوه. انت كيف هتفهميها كام. ايوه. انت منا هتعرف ابنك هذا ايش الاشياء اللي شافها. وكيف تقدر تتعامل معها. فنسمعهم. الاستماع الغير مشروف. ايوه. نحافظ على تعابير وجهنا منبسطة. مغير. مغير ما يعني. ايوه. اش نقول احنا بالحجاز نفرص عاننا. ايوه. 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 او او كده يسير وجه الاب يعني ممكن تماما يعني كيف. ايوه. 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 يعني في اقل وعيا يعني هالي يبدأ ويضحك انت اش بتقول. هم. فما نبقى فيها حكم تعبير وجه. ولا فيها منع. جدا ننتبه من المنع. وردات الفعل. اي. لان لو قتله وي ولد خلاص عايب لا تقول كده. اي. اي. انا قطعت على نفسي باب انه هو حاج يحكيني. وحيصير من النوع. او انا حعرف اي ما ايش بتكلم. على السايلة. بيشوف. حيتقبل حيتقبل حيتقبل. وهنا لاحقا يعني صعب نلحقهم. هكيد ما في شي يعني اه مستحيل. اه نوريهم اهتمام. نعم. يعني شبه بغوعد الاهالي بس بالخير كل طفل غير. من ثلاث دقائق بالكتير عشر دقائق ترى. اتعطيهم. يعني اسمعناهم. بس باهتمام. حتى لو انا ماني واعي اش بيقول. بس بعطيه عيني واهتمامي وجسمي. ومع اللغت عليه. وكل كلامي ايوه ايوه. من جد. كده صار. انا شبعطيه احساس. انت عبر. امم. وبعطيه احساس انه انت ترى بتعبر. امم. لو قلت له خطأ كده. ما يصير كده تقول. اعطيه احساس. انه انت هذا فكرك. امم. اي. فبضلومهم ترى وبقلومهم. امم. حتى استمعنا لهم يخلينا نحسن. يعني حتى التصرف معهم. يعني اجعلوا يسترسلوا ولا يقاطعوا. خليه يعني اخدها. طب لو انا ما عندي وقت كثير. ايه. تأذنهم باحترام. الطفل لازم نحترمو. انا اقول له. طيب خاص انا حعطيك دقيقتان تحكيني. يلا حكيني. امم. انا دي الطريقة استخدمها مع الكلينت. يعني اللي جوا دائما عندي والحمد لله دائما تنجح. امم. يعني اقول لطفلي ترى انا حس معك يلا دقيقتان. انا علمت احترام الوقت. امم. وعلمت كيف انه يقدر يختصر معلوماته ويقدر يقول لي تعبيراته في فترة بسيطة. وعطيته احترامه لذاته انه انا باسمعك الان. هو قدر يعبر. نعم. قدر يعبر. نعم. فالحاجة عن التعبير والاحساس انه هناك مساحة آمنة للتعبير. ترى هذا اساس. ترفو اش يمنعهم لاحقا من التمرد والعناد. احنا يوم ما نجي ننصحهم في حاجز. بيننا وبينهم. نعم. هذا الحاجز اساسه العناد في العمر الاصغر والتمرد في عمر المراهقين. مهم. تبغى ده الحاجز يروح ويدوم. اسمعهم. وخليه يعبر عن رأيه. طريقة اللي تناسبه. طالما هم ما يقل لك يبغى سوي ولا كرر. يعني ما احنا ميتا نخاف. مهم. لما نيصبح هذا يعني ايش النمط. نمط. اللي ماشي. اللي ماشي عليه اه بنتك ولو ولدك طول الوقت بيكلمك بنفس هذا الموضوع. هنا ابدأ اخاف انه بدأ اثار سلوك. هنا ما حيصير طيب. نجف شي تاني ممكن عن الاستماع اللي هو الحاجة للتعبير والحاجة للنقاش. مهم. كيف نسويها الحاجة للنقاش. مهم. نحتاج نعطيهم واقع. يعني الاثف الشديد بس هو واقع. اه اتفرج معهم الاشياء اللي بتؤثر على حواسهم. ايش بيستمعوا بودكاست? ايش بتفرجوا على يوتيوب? ايش الافلام اللي بتفرجوها? اجلس جنبه هو بيلعب في الواتفر يعني جيمينج اه الالعاب هذا الالكتروني اجلس جنبه. مهم. ما اصحابه ممكن اكون كمان انا معاه. اه والله بيروحوا مقاهي ولا بيروحوا محلي يلعبوا فيه. اكون متواجدة معهم في هذاك المكان. مهم. مجرد تواجدي معهم الفرصة انه هو يعبر. وانا اتناقش معاه. مهم. هتكون جدا اعلى. مهم. طيب. قاعدة من القواعد الاساسية في الانسان يعني. اي حاجة نعبر فيها مع احد. يعني انا دخلت والله كلاس كنت يوغا. مهم. وفي هذه الامور الشركية اللي متعلقة فرضا باليوغا. مهم. لكن بحكي اختي انه انا رحتها مع واحدة اسمها دكتورة سهام يعني احييها سهام استيف الله يصدها يبارك فيها. مهم. لما انخرجنا احنا اتكلمنا مع بعض عن هذا الموضوع خرج من نفسنا. مهم. وبعد كده اتعلم انه انا لما ابغى احطر يوغا تلانا اشترط على يعني اللي بيعلمني انه ما في اي شي يكون روحاني يعني متعلق فرضا في الموضوع. مهم. فدائما اقول افتكر هذه القصة انه هي كانت سبب انه انا ما تبحر في الموضوع ولا عنت في الموضوع. لاني عبرت وتناقشت. خرجت اللي فيها. خرجت الافكار اللي جاتني. التساؤلات. لقيت احد اه جاوبني. سايرني. فاطفالنا احنا المفترض نمشي بنفس الطريقة. يحتاجوا منك انهم يسألوكي. وانا اثايرهم بنفس مستوى عمرهم. ايوه. ماما طار. انا نفسي مثلا اطير. ماما اه هو صاحبه فرضا كده ولا هي صاحبتها هذه البنت هي مثلا هي مرت حبها. انا احس ممكن يكون مثلا هذا الشي حلو والله انت كده تحس انه ممكن يعني هذا الشي يكون. ايه. ليش? مم. دائما نتركهم بالاسئلة المفتوحة. ترى السؤال ليش? يعني حتى لو بغوا يكتبوها ويسألهم هي. اش رأيك? مهم. ترى حتى من ثلاثة سنين هيكبر عليها. مم. اش رأيك? انت اش تحس? مهم. اش هي كده سوت? مهم. ست سنين يفهم لما اقول له. طب هو ليش كده بادي اللي حوالينه يعني اه كونه الوقت. اش تحس ناقصه? مهم. ترى ممكن تطلع منهم اجابات ما عرف ما حد يلعب معه طبشان? اذا احنا ما نجي بنسأل تعرف ايش المشكلة يا بنتي انه احنا بنسأل على مستوانا احنا. صحيح. صحيح صح? وهم بيسألوا على مستواهم هما. كيف? واجاباتنا. ايوة. اجاباتنا طيب. احنا نجي انت حكاية انه لما جوا سألونا واحنا بنتناقش معاهم. مهم. ولان احنا بسني وجه. ايوة. او من جد. صح كلامك غريب مرة. على قونا ترى يفهم انك بتسلكي لهم? انا انا عشان كده باقول لك. ايه بيفهم. ايه. هنا ايش يجي تارفة بالاعتدال? ايه? والاخلاص. ايوة. السؤالي للكوب الاب وام. انت ليش بتربي? انا ليش بعطيهم من وقت ساعة او ضمن الساعة اجيسة معهم وتناقش عشان بسلك لهم. مهم. ما حتزبط كده. مهم. ايش نيتك من هذي التربية? مهم. انا نبقى انش اطراف الصالح. ولا نيتي او اساس التربية زي ما تعلمنا يعني في العقيدة. انا اربي ليؤدي حق الله في هذا الابن هو امانة. كلكم راعن وكلكم مسؤولون. نعم. طب صلاحه اقتناعه. مهم. هذا من عندي? لا. من عندي الله. مثل ايش? مهم. مثل الدواء. مهم. احنا اممكن ابسط الاشياء اللي تعلمنا هو نعلمها اولادنا. مهم. الدواء واخذوا. واخذ بالاسباب وعمل الجوارح. صح? طب العلاج والشفاء من الله. الله. التربية. والاخذ باسبابها. ووقتنا. وقراءتنا وتوعيتنا وثقافتنا. هذه عمل الجوارح. نعم. والاخذ بالاسباب. صلاح ابنائنا هدايتهم. اقتناعهم. من الله سبحانه وتعالى. نعم. لازم يكون يعني اه تبرأت من حولي وقوة. صلاحهم يا رب. الى حولك وقوتك. مهم. فهذه هنا النية. هنا والله يا بالاعتدال. حتى لو كنت بتسلك لي. مهم. حينشي مع الموضوع. اي. فدائما. احنا ما حنقدركم الوقت من ايوه. في ام الله الله يبارك فيها يعني قالتني مرة. اه تقول لي التالي في لما اتوه. ولد عمره حين ستة سنين. بس هو من اربع سنين يعني بدأت. تقول لي لما اتوه ومعرف اجاوب. اقول يا رب. مهم. الهمني واجري على لساني اجابة. مهم. تعرف ولدي الحق وتطمئن قلبه. مهم. فلو كل ام استحضر في كده تقول لي. ايه. استحضر في اللحظة يا هناء اللي هو بيسألني فيها. مهم. هدايته. طيب. هذي الامت خاف فينا متعر تجاوب. طيب وهالاجابة هي هذي كيف تكون الاجابة يا بنتي. طيب. نجحنا علميا. جينا روح هنا نتكلمنا شوية عن نية. هو جدء جدا مهم وهو الاساس. نعم. الاجابة لها الطريقة يعني في التربية. يقول لك اول حاجة احنا. انت تركتي مع السماء. تركتي عبر. اول شيء. سمعت. سمعت. اول مرة عبر. وسمعتي. اول طيب خلقنا الاجتماولة. بعدين. خلتي عبر. ايو. بعدين لما نعبر استماعتي له. ايو. اذا بدأ يسأل ويبغى يتناقش. يناقش. هنفث باجاري بمستوى. ايوة. كيف جاري بمستوى. طيب. اول حاجة اسمعه. مهم. ثاني حاجة استخدم لفظ الفاظه. ايوة. ماما مرة سوى معرفش ذكره غريب. يوم جدا غريب. ايه. ماما انا مرة ما شفته ده مسلا ما يصلي. ايه. هو يقول ما في ربنا. مهم. ولو مرة شي عجيب. ايه. ايه. ما في ربنا استغفر الله لازم. ايه. فيقوم مثلا الطفل مرة ثانية يقول لك او بني. ماما شوف هي كيف لافسة. انا مرة يعجبني هي كيف تلبس. اقول لا ممكن ايه وصح. يعني طريقة لبسة حلوة. ايش عجبك فيها اكثر. مهم. نبدأ رقم اثنين نسألهم. انا استخدمت الفاظهم اثنين ثلاثة. اسألهم اسئلة تثير تفكيرهم يعبرو هما عن رأيهم. مهم. انا ببني هويتهم. بمستواهم هما. بمستواهم. ايه. ايه. عجبك لبسها انت كيف تحب تلبسي. مهم. فانا بفصلها. مهم. عجبك لبسها مو معناه انت تعمل زيها. بس ما يحتاج اقول لها. ايه. عجبك والله هو كسره لوك تبيلعب في حياته. مهم. قلت لك السؤال. هو ليش كيف بيسوي. مهم. هو ايش ناكسه. ايه. ايش تحس ممكن شي تاني لو سوا حيكون رهيب. لو عمله. هو هيبدأ يعبر. يعبر بالشي اللي هو بيشوفه بالاهتمامات اللي انت بنيتيها عندي. من عمر ثلاثة سنوات لستة او سبع سنوات يعبر بشي اللي هو حاسس فيه. نعم. يعني انت بنيت اهتمامات عنده. صحيح. ايه. فحتى الا ايش ايش اشياء ثاني فرض مواضيع تجي فيها يعني ممكن برضو اسئلة كثير. العنف. ايه. انه ماما حلو هو كده يقدر يقتلهم. ايه. انت تحس حلو. ام. ديش تحس حلو. عشان هم قتلهم. ام. طب ما تحس انه هم خلاص ماتوا. ام. ممكن يحذزين هاد الشي. ايه. طيب ايش في شي تاني كان يقدر. طب هم مسلا اذوا. طب از احد اذاك سوالك شي وحش. ايش تقدر تعمل شي تاني. انا بطلع. بطلع غير مباشرة. انا فقط اسأل السؤال. وارجع اكد. اسكت. دقيقة كاملة. اصمت الاهالي. بهذا الوقت لا دعجر عليه. ايه. لانه بديه مساحة يجاوب. وهنا نجع من نقطتك. ام. نتذكر. انا باجاوبه. عشان نفسي. ايه ولا عشان هو. انا كنت من الامهات اللي لما ان اطفال يسألوني مين خلق الله. ام. اجاوبهم عشان نفسي. عشان انا نتاعيها في هذا السؤال. لما تعلمت الحديث انه احنا نستعيد من الشيطان. ام. لاحقا اختي. انا جزال الله خيرية متخصصة. يعني بدراسات الطفولة قاعد لي مرة كلمة. ترى الاطفال يحتاجوا مننا اجابة كل مورد غطاها. بس. تغنيهم وتشبعهم. احنا اللي نبغى الاجابات دي الفلسفية الطويلة. ايه. فنتوههم ونتوه معهم. انت معنات انه لما اجاوب لابني. اجابه بمستواه هو. مش بمستواه انا. ايه. احنا موصلنا للجواب. حنوصل. ايه. بس في البداية انا استخدم اسمع واستخدم الفاظه. ام. وابدأ اسأله هو اسأله. اخليه هو يعبر فيها. اسأله بمستواه هو مش بمستواكم انتو. ايه. ايه. تلبيتك ترى الخمسة. لانو تعالى تحضب لسأل بمستواهنا احنا. عن ايه. ايه. انت اشتحس. ايه. انت اشتحب قل لك اعجبني لبسه طب انت اشتحب تلبس. ايه. يعني حتى ترى ما يحتاج نتعب فيها. ايه. بس احنا نكون سامعينهم من نفس سؤاله. والله هو طول الوقت يقدر يقدر يلعب. انت تبغى زيط الوقت تلعب. ايه. 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 يقول لك ايوه. بس ما تسوي لشي تاني ولا حتاكل ولا حتشرب. ام. طب اش في شي تاني كده تسوي. هاد الاسلوب ترى هو اللي عادة يعني. لان شري انت بتجعب الان تقولي. طول الوقت تلعب وما ما حتاكل ولا تشرب. لو احنا جينا ككمار وكعندنا خبرات. حنقول طيب فين دراسة ايه فين. يعني لبد اريد. ايو. حنوصل لمرحلة انو الابن يقول اتا من تفاهمني او البيت ايه ايه. انا حاول فيل نعم. ايه. ايه اي. ايه ايه. ايش هيzuفة مصدق. ايه. ايه ايه. 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 ترى ده ما عنده سالفة ولا فاضي ترى ده بكرة لمنا نكبر وينك them shell. ايه واي. ايه وينه الولد وين البنت عمرها خمس سنين. ايه. دية لما تكبر ترى ما حد حيطالها فيها حد في الوحشة. ايه. حسب حدكون حلوة ما حد طالها تطلعها في جوازها. ايه. ايه. فاحنا ايه. في زمان ان في اشياء كانت تفكتنا. ايه. ننتبه من الجمل اللي فيها تفكيت لهم. طيب. احنا حنجاوب على اسئلة والسلسارات المستمعين. لكن بعد الفاصل. واذكرهم بانه رقم التواصل معنا باسئلتهم اللي ممكن يكتبوها ويرسلوها. الى واتسابة لداعة صفر خمسة خمسة ستة ستة تمانية تسعة صفر صفر واحد. مرة اخرى صفر خمسة خمسة ستة ستة تمانية تسعة صفر صفر واحد. خلوكم معنا. عودة لكم السمعين الكرام. وما زال حديث مع الدكتورة هنا. انا من كاني استاذ مساعب جامعة ملك عبدالعزيز. ومهتم بشؤون الاسرة. الاسرة. الاسرة حاضر. طيب. نجي بعد كده. احنا قلنا احتسم معنا استخدمنا نفس الفاظه واثرنا تفسيره باسيرة جدا بسيطة من نفس كلامه. مم. الجواب المثل ما قلت انا انا قلت لي الطفل يقتنع بكل مورد عطاها. نعم. مين خلق الله? ترتارف الله هو الخالق. ايه. ايه. اود اكلم معنا ربنا حينسوا وحيمشي. ايه. اذا عندت مرة مرة عندت معنا ممكن نوصل الى اجابة انه ان شاء الله لما نروح عند ربنا نسأله اش رأيك? مم. وخلص. تري يقتنع. ما احتاج اني انا اقعدت فلسفة. والله يا حيثوه المستمعين. ايه. ايه. ويبغوا يعلقوا لاحقا على تويتر ولا في المكان. مم. الاطفال يقتنعوا بهذه الاجابات. وحتى في هذا الزمن. وقلنا لاني نسنية. مم. عشان ربي يعني يسددنا آه كمان فيها. مم. نجي بعد كده لشي اخر. نمسك نفسنا عن توجيههم. في كلمة تربوية يعني انه. التخلي عن نحظ الوالدين في التربية. كم. احنا الحب نتفلسف. مم. احنا الحب نتبت انه على حق. او اني فاهمة. مم. او انه اعرف ربي. انك والدة. اني والدة. والد ووالدة نعم. فتخلي عن حظ النفس في التربية. مم. هيفيد الطفل بكرة هو المصلحته. يعني تخلى اليوم عن التوجيه. مم. بكرة هيستفيد طفلك. كيف? كيف? انا اليوم بس اسمعه. موجهه. قال يلا يقوله. مم. وصرت اسئلة عنده وقلت يعني وتكلم فيها ما يعجبتني. والانبارعة اللي قوله مواصل مليون اخوات يعني. ايه. طيب. ابغى اقول حاجة. ما عليش نمسك نفسنا اليوم. مم. بكرة او بعده اقدر افتح نفس الموضوع. والله اه اه الا ما يصلوا ما عرف اش وضعه ما دول. اه 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 وضع الوقت من بعيد. يعني خطي من بعيد. ايه. اشتغل على الحاجز. ايه. ايه. اعطيتك. ايه. اعطيتك مساحة. امم. شلت حتة العناد. هو بالنسبة لي. انا عبرت عن رأيي. واثبت ذاتي. انا مسموع. انا في احد يهتم فيها. هذي كلها سبحان الله وصلته. فلاحقا لمن يعني كيف مصلحته انه اليوم انا ما وجهه. كيف ما وجهه. لا اليوم لا توجهه. مم. بكرة وجهه. طب مش رط من بكرة. مم. بطريقة غير مباشرة في يوم ثاني. انتظر المواقف. مش المواقف يعني. اعطي له وقت. ايوة. ايوة. اي. بحيث انه ما صده. انا افتح الموضوع. ايه. انا اتكلم في دا الموضوع. امم. فوقته حيستفيد اكثر لانه حيتقبل وما حيصير عنده لقولنا العناد او التمرد اللي انا ما بتقبل. يعني هو في البداية كان بيتكلم معاك ومنتظر منك. واشفع عنده حاجة للتعبير. ايه. منتظر منك انه انت حتصدي يقم هو حيبدأ يرد. ايه. يعني بيتهيأ لحاجة الصد من عندك. فلما ما يلاقي حاجة الصد ما هو موجود هذا عندك بعد كده اي كلمة انت حتقولي حيتقبلها. ايه. لانه الحاجة لا ساله. هل حتسويها او يقول لك تقبلتها مشرط. مشرط. بس حتفضل عنده ففاكرين لما قلنا شيء جدا عميقة تتوجه هالفكري. ايه. هيبدأ يتأسس. على الاقل باشياء متضاربة. هو ايش واجتمع منك. ايه. طيب لما نجي نوجه. احنا في زمن ما ينفع توجيه بالفلسفات الطويلة او بالترام الكثير. كيف? كل مورد غطاها. نعم. عندنا في السيرة النبوية دائما يعني يقول لك بالنص سواء من الحديث او من القرآن. اه. عند الاجانب سبحان الله بنصف الطريقة. يقول لك بجملة معيدة او قيمة معينة. اه. خلينا مثلا اذا نجي عند ايات المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اه. طيب ما ينفع او مثلا اشياء انا ماني قادر احنا مسلمين في الاخير في اشياء تحدن يعني هذا واقع. اي. والاخيرة خير انه ابقى. بكل ما ورد غطاها. اه مثلا اولاك حزب الشيطان و اولاك حزب الله يعني. بكل ما ورد غطاها. هنا يجي دور الاهل. اللي يبغي يربي كويس. لازم يقرأ او يسمع ويتوعى. اه. في يعني استراتيجية برضو مر انصح فيها ومفيدة وفادتني واسأل الله انها تنفع الجميع متحبة. يسوي عندك قائمة تكتبها. كل واحد من اطفالك ايش مهتم او ايش خايف عليه انحراف فكري. وتحط النصوص هذه. قلنا سواء دليل من قرآن والسنة او فكرة علمية. احد الافكار والقيم فرضا. مش يعني ليس كل ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. هو كامل. هو صحيح او هو كامل. نعم. هو جزء من حقيقة. اثنين. مش الناس اللي يسووه معناها صح. ترأنا كلنا نسوي صح ونسوي خطأ حتى احنا. احنا نحاول نتعلم. هل الناس لو سووا حاجة معناها احنا لازم نسويها? لا. فانا بس افاهم هذا المبنى. هي تحطي انتي مبادئ عنده يا ماما. يعني. فكيف احطها بقوة اذا انا ما كنت فهمتها كام وكاب. نعم. بعطيهم امثلة من الاشياء اللي هم تفرجوها فمعناها انا اخدت وكتي الوحدي. وانا بفكر كيف حارد. ما ردتها. ايوه واش الادلة واش اخر هي. فلما اجلس مع طفلي. ام. في دقيقة دقيقتين انا اقدر اوصل لرسالة. برضو ايش فايدة النصوص دائما تكون على طرف لساننا. الطفل ده اللي دار ما مثلا ممكن عرفت. لا تطرب بابا لا تطرب ما. ايه يلطش وان شاء الله دول تنعت اسنين واربعة فنسنين. ايه. كوفين كلا كلمة مثلا. المثلا انا انا ده حين حضرنا انه المسلم المسلمون من اللسان هيدي. بس ممكن شي افضل. مثلا يدك لطيفة. ايه. ايه. انه يدنا لطيفة. ايه. فا في عقلهم يدي لطيفة معناها ما تضرب. انا قيد جلست معاهم. ام. حكيناهم حكاية. ليش ربعتانا يد. ولش ربعتانا رجل. اتكلمنا معاهم. ايش فايدتها. ايش يسوي فيها. ناكله نشرب. سوينا عمل فني عن يدنا. اه طالعنا في يدنا وتأملنا في الخطوط هادي العجيبة اللي فيها. هادي كلنا سويناها قبل بطريقة غير مباشرة. مفيد. قراءة قصة نسفر الشي معاهم نعمل عمل فني. لاشياء اساسية. ام. جيت لما نضرب. نقول له احنا يدنا لطيفة. خلاص هو متأسس عنده هادا الاشياء. ام. ولا اسأله ليش عندنا يد? ام. فيقوم يسكت يعرف. هو بيزاوب ما جاوبني وقل لي عشان يعني ما اضرب. او انا ما سألته ربعتانا يد عشان ما نضرب لا. بس انا قلت له. ام. اش عندنا يد? ام. اش عندنا الرجل? الكنبة. طلعوا فوق الكنبة. نصدوا فوق المعرفش. بكلمة واحدة. ام. الكنبة للجلوس. ام. اي وقت يطلب. الكنبة للجلوس. للجلوس. ام. مثلا الكورة عشان يلعف فيها. فكرة قصة دي. النص مش قصة انه لازم دليل قرآن سنة الاخرية. ايو اي. فنرجع سبحان الله للاصل النبوي. اه اه اذا قال انس اه ما قال لي عسلم اذا فعت لي ما فعلت. اي. اي نعم. فان انا التوجيه هذا جميل جدا. انه يرجعوا للاصل الى المفترض ان يقوم به دون ان يقول ان تنفترض انك تتعلم كده. نعم. و هنا النقطة هنا يا استاذ عادل انه بذل الجهد ومش هو احنا معهم. نعم. واحنا الوحدنا فيهم. في بس ثلاثة نقاط يعني مهمة. اي. اي. اول حاجة احنا قلنا النية قلنا ذكرناها. انه كلنا نسأل انت لاش تبقوا تربع ابنائكم. طيبوا صلاحهم. طيبوا نجاحهم الى اخره. اثنين. الطفل المطمئن هو المسموع. نسمعه. يعبر. نتناقش معه. حيكون مطمئن. باذن الله ما تخافوا عليه. حيكون ناجح. وحيكون يعني باذن الله يعني صالح. نعم. ثلاثة. خلونا نرجع للتربية الروحانية الاساسية الدينية الاسلامية. ليش. لانه كثير اهالي وانا منهم لما نجي نقول اولادنا وحيضيعوا. وانحلال اخلاقي وفكري. طيب مين ذكر الله. مين المحافظة على الصلاة. نعم. مين التحصين. التحصين لوحدي وبالاعتدال لو نتفكر في ادعى الدخول والخروج. نعم. اعوذ بك ان اقترف على نفسي سورة وجورة ولا مسلم. ان اضل او اضل او اذل او اذل. لو قاله هو راحل كل يوم من المدرسة وفهم معناها. هل حخاف عليه بنفس الطريقة. لا اطلاع. فاحس يعني خلونا بس شوية كده بواعي. حطانة حتى نعم. نعم. يعني شوية نصحة. من الغفلة اللي كلنا احنا فيها. والله متدين ولا غير متدين. تبغى صلاح ابنائك. ترى لازم ترجع لهذه الاشياء. اللي قلنا الاساسيات. ترى لازم يصاهموا عن بر الوالدين. ايه. عشان اذا انا ابغاه وعمره خمسة وستة ما يجي يرفزني ويجي رفع صوتو علي. مم. بلما يكون مراهق ما يسمعني وبعدين اشتكي. مم. هذه الاساسيات شئنا ام ابينا نحتاج لربيهم عليه في عندنا نسميها اسلام. عند الاجانب بيسموها بيسموها قيم وهي رئيسية. النقطة الاخيرة اللي هي اصل الله سبحانه وتعالى دائما في كل حوار معهم قبل ما نجلس. نعم. انه يا رب الهمنا بما يطمئن قلوبهم. مم. والقلب المطمئن خير قلب. ايش حخاف بعد كده يعني على ابنائي في هذه الاشياء. ايه. يعني معناته اننا من اجي ارد على تساؤلاتهم. وهذه مرة نصيحة لكل الاهالي. لا ترد على تساؤل ابنك بتفكيرك انت وبالاشياء الموجودة. وبالحمية ترى اللي تجي عندنا انه انه هذا حرام. انتهى الزمن اللي تقول فيه ده حرام وده عب. ايه. ايه. او ليش كده تفكر? او تستعجب. هو الزمن بيعرضهم لاشياء عجيبة طبيعي يحس كده ترى. هذي زي ما احنا كم ما كنا بنحس كده. ايه. فدي مساحي يعبر عن هذا الاعجاب او الانتهاش او الخوف او الى اخير. لانه تحتلم شيء يعني اقولك يعني مثال مسلا زي يعني السبوعة الماضحة في دي كانت فعندنا بيستة وماتت البستة اندعست وماتت. يبكي بكة اا شديد وانه هذه ماتت. كيف ماتت? طب كيف تقنيعي ده انه الموت علينا كلنا هذا؟ بديت اتكلم معا اكثر كل شيء بنتهي بالاسلوب المبسط. بس هو جلس اصلا اتكلم وعبر له. عبر. ايه. 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 يبكي يبكي بكة لا ايشفك يا بابا عشان ماتت. طيب كيف كل الناس حيموتوا يعني هو ما شاء الله ما قلت له بالله ذكي الاسئلة فعلا تضيع يعني. فتجوكم اطفالكم ذي كده اسألوا اسئلة يعني. صحيح. لانو يبغى يشبع شيء عنده نعم. فلم نغذف. بعد كده ما قلت له احنا حنشوف وهم في الجنة هناك. قال طبع واحد يكسر نفسه عشان يعني شوفوا دخلنا من السؤال. لا انت حسلوا في السؤال. ايه. فهنا ام والله يكريمها قالت له لا يا بابا. ما يسير الواحد يكسر نفسه. فهو فعلا انو الواحد يحتاج مو نقول ان احنا كلنا ممتازين. لكن كلنا نحتاج نتعلم. لانو الجيل اختلف. نعم. الاشياء اللي حوالينا. المغذيات اللي كانت تغذيكم انتو في جيلكم. وكنا كآباء وامهات في جيلنا نقدر نرد عليكم فيها اختلفت. طيب. اختلفت تعمل فضل. احنا نبقى اذا كانت ممنى. بس نجي كده على الاسئلة بالسريع وناخدها كلها بالمجمل في اجابة. صحيح. بس احنا نذكر انو في الاسبوع القادم ان شاء الله هنتكلم عن سن المراهقة. ان شاء الله. يعني الحسان الفكرية. الحسان الفكرية. احنا نتكلمنا مع العميد الاستاذ محمد الله. يكلمون عن الادمان وكيف وصفاتهم. نعم. الان حنتكلم عن الحسان الفكرية في سن المراهقة. احنا اطفال اتفضل يا عادل. باذن الله. طيب هنا سؤال بيقول عندي طفلة خمس سنوات. احب تاخذ الجوالات لمشاهدة طبعا بشكل عام السوشال ميديا. واخوه عمره اخوها عمره خمس عشر. عرفت انو يدردش طبعا مع بنت. طبعا دوندر بيقول. انا نص يعني ترضى واحد يتكلم مع اختك. قلت له يا ولدي اذا ما تبقى ترفع راسي لا توطيها. وايضا هنا سؤال بيقول. اه عفوا. طبعا كذلك من الاسئلة. اه. هي يقول زوجتي حامل وتوى لها شهرين تقريبا. اه. مهملة. معانش. اروا من الشهرين. اقول انا حاول اني اساعدها. لكن كانت مهملة في نفسها. فيريت عني اذا كان في توجيه في ذلك. لاني تبعد تعبت يعني بصراحة اني. اقول لا خلاص. فلاش انك انت تعمل دور. اللي مريحة على طول. وسايفة كل حاجة. فيبقى جواب لذلك. اه. وهذا سؤال يقول عندي طفلين واحد من المتوسط والاخر ثاني. في داية المشكلة الكبير. اه. تعود على الجلوس في البيت. واللعب البليستيشن. حتى لدرجة يوم. الجمعة يرفض جمعانا لزيارة العائلة. الا بالاجبار. مما الحل خصوصا ان الابن صغير. قد يتجه نفس اتجاه. اخو. طيب. اذا احنا نبقى نبدأ اللي خمسة سنوات تمسك الجهاز. يشبه. اللي اقال عمرنا و اكبر عمرنا. المسكين الاجهزة و اصبح. عندهم نوع من الانواع طبعا الكبير. هذا عنده نوع من الانواع الادمان. جدا لازم نتبهه عليه. يعني انا الان عندي حالة الاسف الشديد يعني وصلت لمرحلة الطفل تمام لما يبقى يخرج من البيت. وبيعالج نفسيا ودخل لاشياء يعني اكبر. فدائي وانتبه عليه. والحلقة الجيلة ان شاء الله ممكن نتكلم في الموضوع. الاصغر سنة هنا نجل حكاية الاهتمام. بنتك ابحث واجلس معها وشوف اش هي الاشياء اللي مهتمة فيها. ممكن يوم تروح معها السوق بتشتري لها كم حاجة لها علاقة فيها. ممكن يوم تسوي لها فيها عمل فني. يعني قصة عمل يدوي يعني بيدو تسوي. آآ ممكن تخرجها تسوي انشطة اخرى هي. برضو دور واش تهتم. في البداية لازم شوية يخصبوا. ونعطيهم آآ وقت. ايش هوايات اخرى. ايش الانشطة البديلة اللي ممكن تحطها. نعم. هل لو تكلمنا بس نقدر نعملها. للاسف ممكن سهل يبدأ. لازم تجلس وتشوف فيها. نعم. نعم. وتكتب انه والله موجد دول. بس انه اتليس هذه ال خمسة اماكنة نقدر وديها تمشي عند البحر فرضا. تروح تلعب. ما شاء الله تبارك الله دي حينة يعني واجهة جدا جميلة. كل. كل ما كان. اقدر عليهم تركي فرضا دراجة. آآ اقدر اروح اشتريها مثلا حاجة. تروح معي سوبر ماركت. ترى مرة لعبة حلوة يحبوا الاطفال لنكتب لهم قائمة منهم صغار. نعم. وروحوا يجروا ويجيبوا ويجيبوا الاشياء. يعني مع كورونا اكيد هناخذ الحيطة والحذر يعني في هذه الامور. لكن ما في اي حل تخيلها هي كاسة فارغة بتتفرر بتمسك الايباد هو لم عبيها. مم. هذه الكاسة اذا كان لونها فرضا آآ ازرق. كيف هتغير لونها? صب عليها موية صافية تصب تصب بهدوء وحتاخد وقت. نعم. الى ما كل اللون الازرق يروح. نعم. وتبدأ تفير موية صافية. نعم. فمعناها لازم تضيف شيء الى يومها وآآ الى جدولها. انا مع يعني جزء من الصرامة معنود احين صار صعب. بس سنتين كنت جدا معاه الان صعب. مم. بس حددوا له الوقت. آآ في آآ شركة جوج كلها عندهم شيء اسم جوجل فاميلي. آآ اتعلموا كيف تستخدموا. لانه مرة يساعد في تحكمنا. ايش يتفرج وما يتفرج. وحتى في الوقت اللي بيتفرجوا في الاطفال. فخلاص يكفل. نعم. طب احنا نوصل لنهاية هذا الحلقة. ويلعل اذا كان هناك من اسئلة. حين دعنا اشار الحلقة القادمة. بيوجود للدكتور اهنا الامكاني. الله اعطيه العافية. بيوجود من اعتداء. نزعكم الله خير. الله يكرمكم. ولا تنسوا آآ قراءة سورة الكهف. وكثارنا الصلاة على رسول ص الله وسلم. الله وسلم. بس كان يبقى الاخر واحد اللي كان زوجته حامل يبني لساعة في سن الوحم بعد اربعة شهور تغلق يعني. ايه. ايه. واتفهم واقرأ عن الوحم وكيف تعتروا على المرأة. نعم. فلا تقول تعبت ورشان لسا دوبها في شهرين. لسا وراء في شهرين. يعني احنا كل منصفين مع مع الطرفين. انا دائما يعني نصيحتي للحامل لا تعيش دور الضحية. در احنا مجتمعنا يخلي الحامل تعيش دور الضحية والتعبانة. الاجانب ما عندهم ده الشيء. فتفق فيه لكن هي تتعب بأكيد. تتعب. ايه. تتعبوا هذا. فهنا بنقول فيه عذر بينهم اتنين. ان شاء الله. شكرا لكم. ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم وليل فرصة وسعيدة اليوم اللي كنت معكم. اتمنى. بإذن الله. هذه الحلقة حتكون ان شاء الله على قناة الادعة في اليوتيوب. بالامكان العودة اليها والاستفادة من اضاءاتها اثرية. الله عطيك العافية دكتورة هناءنا منكاني. وكذلك الله عطيك العافية ومعتدال. الله يسلمكم. هذه تحية من انعاد البربع من اخراج البثة زميلة هالة منصور. في امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.